لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء وبنات الأعزاء تلميذ وتلبزات الصف الثاني الابتدائي النهاردة إن شاء الله سوف نقدم لكم في هذا الفيديو مراجعة على الوحدة التاسعة وهناخد تست صغير وبعد كده ناخد مراجعة على الوحدات الثلاث إن شاء الله كده عايزكم تركزوا معايا عشان هناخد ريفيجين مراجعة على الوحدة التاسعة ركزوا معايا في المفردات هنقراها على السريع عشان تكون عنديكم فكرة عن كل لما تم دراسته في هذه الوحدة هنا هنلاقي في أعلى الصفحة ريفيو خلي بالكم كلمة ريفيو أو ريفيجين يعني مراجعة لبعض المفردات والمصطلحات والتعبيرات اللي خدناها في الوحدة التاسعة على أون يونيت ناين يونيت ناين اللي انتوا فاكرين طبعا اللي نوهم بتاعها كان ايه ات دفار هناخد هنا بيقول لي فكابيولاري فكابيولاري يعني بعض الايه المصطلحات عندي كلمة فارم فارم اللي هي مزرعة كلمة فارم مزرعة كاو بقرة دك بطة جوت عنزة أنيمل حيوان دونكي حمار فش سمكة أو سمك بيرد طائر خورس حصان شيب خروف أو غنم كات قطة حن دجاجة دي الكلمات اللي احنا درسناها في الوحدة التاسعة عن الحيوانات بعد كده اتكلمنا عن أصوات الحيوانات اللي احنا بنسميها in English Animals Sounds أصوات الحيوانات اخدنا الصوت الغنم بيقول ليه باع وخدنا صوت البует وخدنا صوت البط يسميه كواج دي أصوات الحيوانات المختلفة اللي احنا درسناها معده كده قلنا ايه يعني تعطينا الحيوانات والطيور ايه تدينا حليب او لمن ايج بيض ميت لحمة وول صوف ده احنا قلنا طيب يعني بتحتاج بتحتاج ايه الحيوانات والطيور دي عشان تعيش قلنا احنا بتحتاج ايه food طعام water المية shelter المقوى space المكان الفسيح اللي بتعيش فيه وباخدنا هنا المزرعة farm خدنا اصوات الحيوانات animals sounds بعد كده تعطينا الحيوانات والطيور animals and birds give us بعد كده تحتاج الحيوانات والطيور animals need and birds need تحتاج ايه وايه بعد كده تكلمنا عن phonics اللي هي الصوتيات ان الحرفين o a o w o e بيكونولي ايه الصوت ده اللي هو ايه o زي اللي موجود في كلمات زي boat بمعنى مركب او قارب good عنزة goal هدف كوت بالتو وايضا ان ال o w ينطق برضو o زي yellow اصفر window شباك rainbow قزقزح arrow سه snow ثلج وايضا خدنا الحرف o e قلنا يفصل بينهم حرف ساكن زي home بيت rose وردة nose anf stone حجر ده الايه الفونيكس اللي احنا درسناه in unit 9 بعد كده خدنا شوية تعبيرات بنسميهم language focus اللي هو تركيز على اللغة خدنا there is وخدنا there are واتكلمنا عنهم انهم اتنين معناهم يوجد there is تستخدم للمفرد وthere are تستخدم لجامة خدنا امثلة there is a cow يعني توجد بقرة there is a horse on the farm يعني يوجد حصان في المزرعة اما دولة للمفرد اما لجامع there are 12 goats يوجد 12 عنزة there are some goats on the farm ويوجد بعض الايه الماعز فين في المزرعة دي اللانجوج فوكس اللي اتكلمنا عنها there is وthere are in unit 9 دي كانت review سريعة مراجعة سريعة للوحدة التاسعة وان شاء الله عايزين نبدأ مع بعض وناخد تست صغير يوضح لنا ان احنا ايه فهمين ونبدأ نقيم نفسينا ونشوفه فهمنا الوحدة التاسعة يلا انتو جاهزين للاختبار الصغير التست طبعا اقول لكم بعد التعليمات واحنا شغالين في هذا الاختبار اوكي are you ready let's go طيب هنا test based on unit 9 test based on unit 9 يعني هذا الاختبار مبني على الوحدة التاسعة عندي كم سؤال هنا اركزه معايا number one number two number three ايه المطلوب في السؤال number one اللي هو match هنكتب الارقام في الدوائر دي وبعد كده من خلال الصور دي ومن خلال الكلمات number two look and answer with yes or no هنحط علامة صح تحت yes لو كانت الإجابة صحيحة ونحط علامة صح تحت no لو كانت الإجابة خاطئة بعد كده عندي السؤال التالي supply the missing letter هنحنشوف الصورة عندي مجموعة صور هنا وكل صورة تحتها كلمة نقصة حرف هنشوف الحرف بتعني يلا انتو جاهزين نجاوب التالت اسئلة دي اه انا عايزكم توقفوا الفيديو بعد ما اعد من واحد لتلاتة توقفوا وبعد كده تبدأوا تجاوبوا على الشاشة وتشوفوا الإجابات وبعد كده نجاوبوا مع بعض ونشوف إجاباتكم صحيحة ام فيها خطأ are you ready؟ يلا ابدأ اعد اوكي one two three نوقف الفيديو اوكي رجعنا مع بعض ان شاء الله تكونوا ايه جوابتوا إجابة صحيحة تعالوا نشوف السؤال الاول بيقول ايه match وصل طيب عايزين نشوف اول كلمة اللي هي ايه يا ترى donkey وصلتوها بايه نشوف كده ah donkey اللي هو الحمارة very good اللي وصل معايا برافو عليه يلا انا عايز كل احبائي رؤية ورؤة ياسين ومحمود وعمر ونور عبد الرحمن يلا عايزكم تجاوبوا bird number two bird يا ترى فين bird اوكي very good اللي حطي number two هنا برافو علي number three water water فين water في الصور very good برافو عليكم اللي هي number three اهي water مية four rose روز اللي هي ايه الوردة برافو عليكم ان شاء الله كلكم كده معنا عمر ونور ومعتز وليلة وفاطمة ايه الاجابة كانت كده برافو عليكم تعالوا نشوفوا number two look and answer with yes or no نشوف الجملة الاولى there is a duck اه يوجد ايه بطة يقبل اجابة هنا ايه صحيحة yes برافو عليكم number two there are two horses يوجد ايه حصانين فين الحصانين هنا لا يقبل اجابة دي ايه no اجابة مش سليمة number three animals need space الحيوانات تحتاج الى مكان فسيح اه يقبل اجابة دي yes cows give us meat الابقار تعطينا اللحمة دي مش cows دي horses يقبل اجابة no okay يلا احباء ايه عايزكم تتأكدوا من الاجابة بتاعتكم هل انت جوابتوا زي كده او لا لا very good number three supply the missing litter تعالوا نشوف ايه الصور والكلمات الصورة دي ايه اني م م يقبل نقصة حرف ام good دي كلها اطعمة بنسميها food نقصة حرف o very good هنا عندي ها من اقولي sheep sheep نقصة حرف e very good بعد كده عندي البعطف او البالطو اسمه ها اسمه يا انس عبد الرحمن code تقصة o very good انا متأكد انكم كلكم جاوبتوا زي ما جاوبنا مع بعض هنا تاخدوا عشرة من عشرة ان شاء الله نكمل يلا نكمل مع بعض السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بقيت الاسئلة عندي number four عندي كلماتي بقولي make a word كون كلمة يبقى عندي مجموعة صور اهي وعندي الكلمة بس متلخبطة الحروف عايزين نرتبها ونكتبها هنا كل صورة تحتيها الكلمة بتاعتها number five look at the pictures هنبص على الصور ونكمل بكلمة من الكلمات الموجودة هنا عندي كلمة quack عندي كلمة goat hen fish نقرأ الجملة ونشوف الكلمة اللي من هنا نحو اكتبها ايه بعد كده عندي number six copy انسخ the following sentence هننسخ الجملة دي بخط جميل جدا في الكراسة بتاعتنا اوكي يلا هاعد من واحد لتلاتة from one to three ونوقف الفيديو ونحل وبعد كده نرجع نشغل الفيديو ونشوف الإجابة مع بعض هاعد من واحد لتلاتة one two three نوقف الفيديو اوكي يلا نشوف مع بعض كده إجابتكم ها اول كلمة اللي هي منزل اسمه ايه ها يلا يا سين اسمه ها home very good محمود home ها h o m e a برافو اوكي يلا يلا يا ليلة مصطفى وعمر ها سهم اسمه ايه ها aro good ها يلا نشوف اللي spelling a r r o w excellent very good well done goal ها g o a l good خلي بالكم احنا نبدأ بالحرف اللي عطهونا بلون الاحمره طيب تعالوا نشوفوا ايه الصور والكلمات اللي هنكتبها there are good fish in the water there are يعني يوجد سمك في المية اوكي the ducks on the farm say يعني البط في المزرعة بيقول ايه say wah very good thank you there is a دي اسمها ايه ها يلا يا انس يلا يا عمر يلا يا ليلة ها اسمها goat very good there is a goat on the farm اوكي ا نقط gives us eggs بيت ادينا بيض اللي هي فضلة كلمة هن a hen gives us eggs برافو عليكم طيب تعالوا نشوفوا كابي يا ترى تكونوا نسختوا الجملة دي بتقوليه there is a farm with 10 animals يعني توجد مزرعة فيها كام عشر حيوانات انا كتبتها بخطي اهو there is a farm with 10 animals good ايه رأيكم جاوبتوا كده اللي جاوب كده برافو عليه ياخد عشرة من عشرة ونقول له well done ونسقف له اوكي بعد كده تعالوا ناخد تستي كامل عالمين على الوحدة number seven eight nine مراجعة كده بعد ما اخدنا المراجعة ناخد التست التست يعني اختبار صغير على الثلاث وحدان نبص على الصفحة الاولى فيها كام سؤال one two three زي ما تعودنا سؤال الاول match سؤال التاني look and answer with yes or no سؤال التالي supply the missing letters يلا هعد من واحد لتلاتة ونوقف الفيديو وبعد ما تخلصوا الاجابة تشغلوا الفيديو عشان نجاوب مع بعض okay are you ready let's go one two three نوقف الفيديو okay welcome back اهلا بكم تعالوا نشوف ايجابيتكم مع بعض number one ruler fin ruler fin ruler huh ruler okay very good very good noor okay pinch fin pinch huh very good this is pinch انشاء الله تكونوا حطيتو number two هنا good number three cow where is cow a cow تعالي اهي number three number four rainbow rainbow where is the rainbow very good bravo عليكم excellent انتم ذكرين و bravo عليكم ولما بيتابعوا الفيديوهات تسمعوا المستر كمال هتتعلموا انجليش ان شاء الله okay تعالوا نشوفوا ايه look and answer with yes or no number one there is a duck on the water اها دي duck واعدة فين on the water يقبل اجابة yes very good number two there are two chairs the chairs the cow مش chairs معناها ايه معناها كراسي دي مش كراسي يقبل اجابة no number three there are sheep on the farm يوجد ايه غلم في المزرعة اه دول الشيب يقبل اجابة yes there is a river a river يعني ايه ها مين يفكرني يلا عبد الرحمن river يعني ها محمود فعلا river معناها نهر good يقبل اجابة yes number three supply the missing glitter تعالوا نشوفوا الصور وناقصة كلمة وناقصة حرف عفوا ها ده اسمه ايه 80 يا ترى ايه الحرف اللي نائص يا نور bravo g 80 donkey ك يقبل حرف k bravo يا معتز trash trash نقصة حرف a very good very good تيسير fish fish نقصة حرف s bravo very good excellent bravo عليكم good يلا نشوف الصفحة اللي بعديها يلا نكمل ايه الاختبار اوكي عندينا number four number five number six number four هنعمل ايه make a word هنكون كلمة من الحروف دي ونبدأ بالايه بالحرف اللي بلونه احمر بعد كده عندي مجموعة كلمات كل صورة عايزة كلمة وبعد كده copy يلا هنوقف الفيديو وتجابوا وبعدين تشغلوه عشان نشوف الاجابة يلا one two three نوقف الفيديو welcome back اهلا بكم يلا نشوف دي اسمه ايه duck ها يلا يا ياسين duck يعني ايه يعني بطة تبدأ بيه d u c k bravo very good thank you so much money فلوس money يلا يا اسامة money ها m o n e y very good excellent huh grass 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 يلا يا محمود grass g r a s s very good okay عندي كلمة sweets liquid shelter pounds pounds are there any are there any sweets good حلوه good it's a hundred a hundred ايه pounds يعني مجن ايه very good water is a liquid good good سائل animals need تحتاج ايه shelter good shelter very good يلا نشوف number six copy the following sentence نكتوبها برة في كراستنا عشان نشوف الخط بتقولي ايه الجملة we eat bananas and meat good we eat bananas and meat نحن نأكل الموز واللحمة thank you so much for watching اشكركم على مشاهدتكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المراجعة ومن الاختبارات اللي احنا خدناها online وان شاء الله كده نلقاكم على خير في الفيديو الجاي ونبدأ مع بعض unit 10 وحدة جديدة الوحدة العاشرة ان شاء الله thank you so much and see you next time and bye bye you